انا شفت اللي قتل عبد الرزاق النايف كان معي بالسجن كان معك في السجن بعد بعد الاحتلال 2003 مزين شاب لطيف رائع ابن عائلة اسمه احمد العباسي هو اللي قتل عبد الرزاق النايف هو اللي قتل كلف تدري ابستاذ احنا طب قل القصة كما سمعته ايه كما سمعته يقول انا كنت تابعه وتابعته لا 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 ما عليش انت رجل قصص الماهر ما سمعت تفاصيل لان هذا الموضوع انا اساسا ما مهتم بي ولا من الذي كلفه بقتل عبد الرزاق النايف هو بالمخابرات هو كان ضابط مخابرات فبالمخابرات اكو دائرة مختصة بهذه العمليات بالاغتيالات يعني ايش سميها اغتيالات تسميها التخلص من الاعداء تسميها هذه العمليات الخاصة هذه هذه قسم العمليات الخاصة او الاغتيالات اسسوا صدام في المخابرات لا اول يعني من مسك الجهاز الامني هذا هو صدام لكن كان جهاز صغير وبعدين اتطور بعد صدام صار سعدون شاكر فاتطور اكثر واللي بنى المخابرات فعليا وجعل منها منها قوة فاعلة للامانة هو برزان ابراهيم الحسد اللي هو برزان التكريتي برزان التكريتي الاخير الشقيق لصدام دا جيه بعدك في رئاسة المخابرات لا قبل انا استلمت منه انت استلمت منه انا استلم فاضل براك استلم منه وانا استلمت من فاضل براك طيب انا هاتي هنا تفصيلا لكن انت اشرت النقطة مهمة دلوقتي صدام حسين لم يكن عسكريا لكنه كان مسؤولا عن الجهاز الامني لحزب البعث والجهاز الامني لحزب البعث اصبح هو النواة لكل الاجهزة الامنية التي شكلت بعد انقلاب 68 صح؟ هو طبعا هذه اللي تفرع منها هي لجزة منه لجزة الامن والاستخبارات الاستخبارات فيه كل الجيوش فيه الاستخبارات والمخابرات بعدين بالاثنين والاثمانين عملوا الامن الخاص هاتي لها عشان بس ما ندخلش الامور في بعض لان المرحلة دي مهمة وانت اشرت النقطة مهمة نعم ان دائرة او قسم الاغتيالات في جهاز المخابرات اسسه صدام حسين لا هو كيد يعني صدام اذا ما هو اسسه يزرف عليه لما كان هو مسؤول دائرة هي موجودة في المخابرات هي معروفة لكن ليست كل اجهزة المخابرات فيها هذه الدائرة يعني موجودة في الموساد الاسرائيلي موجودة في السفاك الإيراني كانت موجودة موجودة في وقدت بعد ذلك هي العمليات الخاصة ليس فقط للاغتيالات يجوز عملية يعني لها واجبات كثيرة يعني مثلا حماية المسؤولين الكبار اللي يجون للعراق في البداية كانت العمليات الخاصة تشرف وتعاون وتساهم في حماية الرئيس الفلاني او الرئيس الفلاني لها واجبات كثيرة بس بيها بيها ناس مقتدرين واكفاء لما يريد يصير واجب معين لتخلص من عنصر خائن او جاسوس او معادي او استخدمت انا ذاكرة بكتابي مقتل عبد الرزاق النايف انا ذاكرة في كتابي انت ذكرت في كتابك في صفحة 135 زين عاشت حياتك لكن لم تذكر هذه التفاصيل التي تتحدث عنها الآن فانا عايزك الآن للحقيقة والتاريخ طالما التقيت مع قاتل عبد الرزاق النايف تنقل لنا عنه تفاصيل عملية الاغتيال لانها بقيت مظنات في المصادر وليست يعني شو مظنات انا انا يعني هذا الموضوع موضوع انتهى قتل قتل يعني ما كنا احنا في وضع نفسي يعني كنا احنا معلقين بين الأرض والسماء بس جن انت ما تدري الظروف اللي مرينة بيها بس جن عد الأمريكان وعد العراقيين لكن في مثل هذه الظروف الحكايات تخوش ايه بس انا والقصص طروة والبطولات يتحدث عنها ثق انا هذا الموضوع فلا خضت بتفاصيلة لكن انت هتخذ معنا الآن ما عليش حاول تعصف بالذاكرة ايه في حلقة خاصة بعد انتهاء الشهادة يمكنكم ارسال تساؤلاتكم بعد كل حلقة من خلال وصائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي سوف تشاهدون عليها المقاطع او من خلال قناة يوتيوب هذا احمد منصور يحييكم بلا حدود الآن حصريا على منصة الجزيرة ثلاثمائة وستين اشتركوا في القناة